في مقطع اليوم سويت مقارنة ما بين التيريكس وفاكة المموذ بنشوف مين الأسرع ومين الأقوى ومين الأفضل يا عيال ما بينهم بالتقييم النهائي أهزان وتعافين حطيت اللايك والاشتراك لا بد انك تحطي اللايك والاشتراك الله يسعدك سعادة الدارين يا رب يا كريم وكل من يقول أمين يا رب وكل من يسمع اليوم باسم الله أول شي بابتدي يا عيال بافتح لكم فاكة بحظكم من عند زيلوس السلام عليكم زيلوس تكفى تكفى يوهي غوست والله كانت باستي عيال الفروط بالنسبة لي التستورتك فاقلي نقدر اليوم مش عندنا استريكت عندي عيال بكل بساطة بجر فاكة اللهم صلي على محمد اذكر الله صلي عني في جمهة الخير وحط اللايك الاشتراك جيب مفرحاتكم بجر فاكة التيريكس وبجر فاكة المموذ بقارن ما بينهم مين الأسرع مين الأفضل مين الأقوى وش اللي ينفعل التفريم وش اللي ما ينفعل التفريم هل نقدر نسوي في هذي كنبوهات هذي ما نقدر زبدة يعيال بقارنهم كل شي بالسكيلات بكل شي بالسكيلات بكل شي بقارني فاكة التيريكس يأيال عندنا نفل سكيلات 300 كحد دقسة عندنا الزد والإكس والسي والفي والأف طيب بجرب اوه شي اعيال بقارنها ما بين الزد حقتها التيريكس و حقت المموث هذه الزد يعيال التيريكس وهذه اكس يعيال يا اساتر والله انه حلوة ذي عجبتني هذه اكس طبعا حقت التيريكس وهذه السي برضو حقت التيريكس حلوة مخالب و الفي ما راح اضغطها يا عيال لان الفي يتحول فبخلي التحول الاخير الان عندنا حركة الف عيال السكل هذا السكل هذا لازم نتوجه مثلا شو انا بوجه الماوش يمين هنا اضغط ينقذ يعني تقريبا الحركة مشابهة لحركة المموث اجرب يعيال التحول ما بين المموث و ما بين التيريكس اولا بشوف تحول التيريكس يهو روح حقيق حقيق والله حلو والله اريميشن حلو كيف سرعتها اه داشات يا عيال كان هذي اسرع و اريد اني سوي تحدي ما بينهم و اشوف من لي يوصل اسرع هذه ولد المموث يا عيال والله سريع 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 خلنا شوف الداشات حقيق الداشات هلا هلا والله حلوة والله حلوة والله حلوة والله حلوة طيب بجرب الحركات الحين و انا متحول خلنا نشوف الزد نايس بس كأنكبرت يا عيال طلعت افضل الـ X نفسه تقريبا تسحب الـ C الـ C تعرمش هذا اللي كانت تعرمش الـ F يا عيال اتوقع نفسه ها؟ يو ولد يو ساطر طيب اجربهم الآن يا عيال هل تقدر نكتفرن فيها او ما تقدر نكتفرن فيها بختصال خلنا شوف الكولوكات أبجمع البوتات على الناس جالسين نفرم حلو دعنا نشوف نجرب بسم الله بسم الله يا عيال توني انت باني يطلع علامة فوق اني يسممهم والله حلوة هذا يدوخ العدو طيب دعني باشوف يا هل اقدر اني ألفل مثلا جاس تلفل انت بدال البوبا يعني نشوف هاي تنفع ولا ما تنفع أكلوك لوكين ثلاثة حلو اووو كي ما قاعد يطيرون مرة بعيد بس لا والله يطارهم يا عيال قاعدين يخرب يعني انيVE ده تلفل بالتي Decx م McKay ما ينفع ولكن لني جرب طريقة معينة طيب الحركة اللغا قاعدتك ب précisيتم بجرربها أله وهي اعيال كلوك كلوك 되면 ات Après Втор الثالث خلاص زي كده 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 تقدر نك تلفل طبعا بالتلفيل يا عيال بيساعدك في حركات في اسكيلات تساعدك استريكت اي نعم فيه فيه ليكس طال عمرك ها تشوف يثبته ولكن خلاها اخر حركة يعني تسويها عشان تزوط الامور طيب راح اجرب التيريكس يا عيال هل تنفع اني افرم فيها في البحر ولا ما تنفع بقى اجرب اليوم الفاكيتين هذي في كل شيء يا الله غيرت التيريكس بالبورتل يا الله لا يا اخي يا الله ما لك داية والله ها 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 هي بسوي حين كيف بتجرب التيريكس يا حبيبك��ك و chef بنجرب التيريكس أقير عليك بس وش ه mm كيف بتجرب التيريكس هذه التيريكس بسم الله الرحمن الرحيم و نسوي ايت حا ها 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 هيق التيريكس خيشوه 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 بسم الله نتحول عل尾 يا اكل 100% اجرب pace يا اخي والله هذي نقطة تخسب عيال للمموث ان المموث اقدر بشكل زريع اني على الطول اتحول يا عيال في اي وقت ابغى تكفى تكفى يوصل هناك اول ما يوصل ايوا يلا يلا خنجم مع ذلك الفوري متر مدريش اسمه اليوم مقطعنا خفيف لطيف يا عيال اتمنى تحطون اللايك والاشتراك وبياذن الله اني اعجبكم يا عيال مقارنة هذه ما بين التيركس وما بين المموث عبلي لهذا خلاص ايوا عبنا خلاص بسم الله نتحول هاهاهاهاها طيب اول شي اتدمج من المويا اوه يساتر هذا جلس يسبح اوحا مو ايه الله يعز البابا يا عيال لان ما ينفع ان يفرم في البحث صدقون دعني اعطى الدرع درع اعطى الدرع هذا اذا كان ريزك ما هو ريز الشارك وخلاص على طول البساطة تقدر نكتمشي في المويا ولكن مو تمشي على راح تكشفها يعني تدمت باقي بس والله يا عيال ما ادري تنفع التفريم ولا ما تنفع ما توقع انه تنفع هذه انا بجريب اطلع وحش بحر يا عيال واشوف معكم نحن اطلع هذا رح Turk دارها ماركة باقي اوه هاي اوه ما حسنت نفع تفريم بحر يا عيال ولا تلفي المرة وضعت الصيد بيها يا عيال جررتها مقطع الصيد والله صراحتها لم يعجبتني قالوا لي كثيرا ان اتندمنا ان اخذناها وأنا اقول مثلكم من تندم اني ما اخذها الان بنتقل يعيال لفاكت المموث و بجربها ولكن قبل الله انتقل راح اجرب يعيال اشوف اذا هذي تنفع كمبوهات او لا تنفع كمبوهات بعكس المموث نجرب المموث كمبوهات نجرب تيريكس و الكمبوهات هلا هبك يا هالك طيب لاحظني المهمة هذي طيب اولا بجرب يعيال الكمبوهات حق التيريكس وبعدها ننتقل يعيال انتقل نطيبهين و اخوصه اخر مواصفات اللي هو لهذا مواصفات حبيت حسيتني kortسناككود بيها فتاعتين هذي السياره فيها مقدال احتراق عاكفة اكثر الان بجرب يعيال قلتلكم كمبو بعدين كذا بعدين كذا حلو الكمبو ولكن باجهو ع CB هل بيكون وينشوت او ما راح يكون وتشوت نجرب كمبو التيريكس يا ه clicked اطه 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 تعال تعال والله ينفع انه ونشدت يا عياله ولكني اخبط بالـ X الآن يا عيال أبدا انت خلي التقييم النهايي باشوف يا عيال في التفريم ما تنفع مرة ولكن تزاعدك لان ما يجيك ديمج مرة عالي فهذه تحسب لها نقطة فالسكلات يا عيال 300 تعتبره شوية وكثيرة اه ها ها حليه وحليه وتمشي وايضا يا عيال اللي ما عجبني ما عجبني انه لازم يتحمل اللي هو البار هذا علشان تقدر انك تتحول لعيال التحول النهايي فهذا شي ما عجبني عكس المموث المموث اي وقت برازك تتحول تتحول تخلص من كمبوهات تسوي تتحول تتحول فبقيم هذه عيال من عشرة باشوف الفاكهة صراحة سيئة بقل ستة من عشرة عيال الفاكهة وهذا تقييم الشخصي اذا عندكم تقييمات واراء العيال على عيني وراسي اكتبوا ليها بالكومنتات يا الله بغير البورتل غيرت البورتل يا اخي اطلاعي كل اشتراك عزيز الفدافر الله يسعدكم عندي فاكهة المموث فاكهة المموث من الفواكه اللي تندمت اللي شريتها برمي عيال ليش والله تندمت طيب ما بدأني عيال اسكلاتها تقريبا التيريكس ZXCV تحول F عيال هو التحول ولكن هنا الميزة ان التحول تتحول اي وقت تتحول 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 اولاً بجرب زد دعنا نرى حلوة بس اني ميشينها كأنها بطيئ ابطم من التيريكس X يا عيال اه هذي كأنها C في التيريكس دعنا نجرب C يا ساتر ايش صار ايش صار قوس دعنا نرى العظيم من شكلها رهيب ارهب من التيركس بالنسبة لي انا اذا الاقتلاف لا رعا لا تبا للسلح احيك والله بطيئ اعيال ابطة من التيركس دعني نرى الدااش اقول له اقول له كأنه بطيئ لا اعجبني بطئة يا عيال يا ساتر اعوذ بالله دعني نرى طيب الليكسات هذه اه 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 دعني اذا نزل لي عيال يدمج صح والله اني داري والله اني داري هذه ميزة تحسب يا عيال للمموذ عكس اللي هو التيريكس اللقب السبب من الأرض توقع بتحكي مع الماضي اتوقع ارى اذا تنفع للتلفيل او لا تنفع دقيقة دقيقة يا ساتر كيف يدخل من هنا الفيل يا ولد سوى المقارن اخلص والله انها ثقيلة يا عيال اني ميشينها مسبب لك يا ساتر شف شف كيف يدمج والله انها نافضة لعيال متيريكس من ناحية هذه طيب وينكم شباب تعالوا بالله شباب تعالوا خلو نشوف تنفع تلفيل او لا تنفع يا ساتر شف كيف يطقون هاههه دعين نرو arrr كروكاتيو او يا بطيئة لا 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 هذه الطير تكفي قال لي أني لي الطير ولله الطير من فهم نحن روس لكنها ديمتج اقوى من التيريكس كنا على الديمتش انا اقول الينا امكت سرطة باللام باستكلف hosts يا اخي والله هي اسطورية دقيقة يا ساتر يا النطحى عطليكس حلو 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 إذا ضغطت Z X بSafe category تسحب بعدين C بعدين طلع عمرك Z بعدين C بعدين X نجرب هل بيكون الكمبو هذا؟ وين شوطت يا عيال مقارنة تنبوين شوطت تيريكس أم لا؟ كومبو الماموث هل نشوف أسحب 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 وين شوطت لها؟ طيب ماذا رأيكم أجرب الـ X يا عيال؟ أنا كنشوي قاعد أضغط الـ C دعوني نجرب الـ X يمكن أن يكون الـ X ايوه 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 لا يا ولد وين هذه الحاشرة؟ تعال امش في النص الله نظيم هذا هو الكمبو بعدين تلع بعدين بيكون الكمبو بعدين بيكون الكمبو للاسف للاسف ولكن يعني أحاول أن يكون الكمبو الماموث ساعد امش في النصر دعوني نجرب الكمبو امش في النصر أي صغير كنبو الماموث بعدين اضغط كبا بلى امش في النصر فقدرنا نختري كومبو انشوت يا عيال في المموث فتقييم النهائي فأول شيء بمشي حبة حبة زي ما مشيت حبة حبة بالتيريكس أولا يا عيال فقط التيريكس اسكلاتها 300 نفسها على الشيء 300 ولكن النقطة اللي تحسب للمموث ان يقدر تحول يعالب مزاجي في أي وقت في أي زمان في أي وضع التيريكس لازم انك تعبي البارة حقه مدري مدري شو اسمه الزبدة هذا هو حطوا لكوا الاشتراك أرجوك حطوا لكوا الاشتراك وماذا بعد اللهم صلح حركات يا عيال كان ديمجا توقع كأنها قل إلا فأقول التحول يا عيال بأعطين نقطتين اللي هو اسكلات بدال النقطة اللي حطيتها التيريكس لان التيريكس لازم ادمج ممكن انه ما يزبط ممكن ما في حركة سبام يا عيال التيريكس المموث شوف حركة سبام اللي قدر أسويها الآن تحولت على طول من غير ما اجمع متر دام مدري ازمام اف يا حبيبي يلا ها يعني في بوبا مشغل كواتو كوليكار مدري ايش عاطس بام يا حبيبي ريس كورش فعل بي ثري تخش في عظنا ما يهمك فهذه والله نقطة تحسب يا عيال للمموث وكمبوه زي ما شفنا الصعب الكمبو صعب 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 يحتاج سرعة ولكن انه اسطوري وقوي يا عيال يعني لو ام نسوي على شخص اتوقع بيصير مرة مرة اسطوري البوت ذا كذاب يروح ينشب عند الجدار ينشب مدري وين ما اعجبني فأتقي من اللي النهائي يا عيال ان التفريم في البحر والتفريم في التلفيل والامور هذي انا اشوف ان المموث صراحة بتتصدر كم بتعطيها سبع هاجة ليش سبع هذا الواحد زايد ليش عشان اقدر تحول على كيثي ولا لا تقولوا يا صادقي انا بيعطيك نقطة زيادة وليش وش حقتها برضو ثمانية من عشرة المموث ثمانية من عشرة علشان ايش ثمانية من عشرة علشان يعيال حركة تسبام حركة الف التيريكس لا يوجد حركة تسبام فهذه تخش لنا فكتسبام لازم تصير تسبام مصلي او لا لا اكتب لي بالكومنتات او لا يا عيال كمبواتها زي ما شفت وصعب مرة ما هو زي التيريكس التيريكس سهل تضرب بالزد تسحب بالإكس يا حبيبي على طول بالسيف الكاتكوري او شوف هاذي صعب لازم توجه الماوس وتكون دقيق وسريع تقيم النهايه راح اقول ان التيريكس اللي فازت بحلقة اليوم واذا تبغون يقارن ما بين فواكه اخرى اكتبوا لي بالكومنتات وايش النوع الفواكه اللي تبغون يسوي لها مقارنة مقارنة بالصيد مقارنة بالتلفيل نفس اليوم مقارنة بالكومبوات وش الافضل وش 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 الان نلقاكم سلام